في خضم ما يعانيه اللبنانيون من أزمات متفاقمة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية وبعد طول صمت من جانب الجهات القضائية وطول انتظار من الشعب اللبناني أعلنت جهات التحقيق في انفجار بيروت لائحة اتهام شملت عددا من الوزراء والنواب والقادة العسكريين في لبنان لائحة الاتهام الصادرة عن قاضي التحقيق تضمنت طلبا لرفع الحصانة عن المتهمين الذين قابلوا الاتهامات ضدهم بالصمت على الرغم من أنهم سبق أن رفضوا التعاون مع جهات التحقيق قبل نحو عام ومارسوا ضغوطا أثمرت تنحية قاضي التحقيق السابق عن نظر القضية وبالنظر إلى أن الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء تنحصر في الإهمال فإن صمت الأحزاب والقوى السياسية التي ينتمي إليها المتهمون يأتي في صياق التضحية من أجل احتواء غضب الشارع اللبناني الذي يكتوي بنيران الارتفاع الجنوني للأسعار بعد انهيار العملة المحلية ذلك الشارع الذي يرى في النخبة السياسية بأكملها سببا في معاناته بل إن كثيرا من اللبنانيين يذهب أبعد من ذلك فيطالبون جهات التحقيق بالكشف عن الجهة التي تقف وراء جلب مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار وتخزينها بكميات كبيرة وكل المؤشرات تقول إن ميليشيا حزب الله هي المسؤولة عن ذلك غير أن إعلان لائحة الاتهام هذه يمثل في رأي محللين توجها إيجابية يكشف عن خشية النخبة السياسية من تصاعد الغضب الشعبي وهي بالطبع حالة ينبغي للناشطين اللبنانيين البناء عليها لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب لصالح مطالب الشعب اللبناني الذي أثقل كاهله فساد النخبة الحاكمة وارتهانها لأجندات خارجية